اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل الله يعلن في الكتاب المقدس ان احب بني البشر جدا وقال لزاتي مع بني آدم مش مع آدم بس وكمان قال القديسون الذين في الأرض والأفاضل كل ما صرت يبهم هتقول لي أيها الكلام ده عن القديسين والناس كويسة بس واحنا مش قديسين ولا أفاضل تعرف عزيزي المشاهد ان ما فيش انسان على وجه الأرض قديس في ذاته ولا حد فاضل في ذاته القديس بس هو المقدس بدم المسيح يعني اللي اتطهر بدم المسيح كل الناس محتاجة هذا التقديس لان الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله بس ما تقلقش اصبر ما تستعجلش على رزقك ما تقس هقول لك على الخبر الحلو انت فاكر ان الله بيقول كلام وخلاص الانجيل بيعلن عن حل المشكلة اللي انت بتفكر فيها قال ايه بقى الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاء مات المسيح لأجلنا ازاي بيّن لنا محبته عن طريق يسوع المسيح اللي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي بمعنى ان احنا بني البشر صرور المسيح بانه يخلصنا من قبضة وسلطان ابليس الى سلطان وملكوت المسيح المسيح احتمل الصليب صليب العار واستهان بالخزي كل ده من اجل بني البشر عزيز المشاهد هل بتقدر اللي قدمه المسيح من اجلك؟ زي ما قلتلك كان حبه مش كلام لكن بالعمل وهو موته على الصليب عارف لو قدرته وقبلته ستكون لك الحياة الابدية مع المسيح كان فيه لصين مصلوبين مع المسيح واحد ما قدرش عمل المسيح وجدفه كبر دماغه والتاني قال للمسيح اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتا المسيح ما انتظرش لغاية المجيء التاني عشان يذكر اللص التائب عارف قال له ايه؟ اليوم تكون معي في الفردوس عزيز المشاهد هل بتقبل المسيح الآن؟ تعترف بخطاياك؟ تقول له انا بقبلك مخلص شخصي لحياتي؟ وبقبل اللي عملته عشاني على الصليب؟ وبسدق انك موت بدل عني وقمت من الاموات ودتني حياة أبدية؟ اذا صليت هذه الصلاة المسيح هيعمل معاك زي ما عمل مع اللص التائب وحتقول مع المسيح إلى الأبد وحتكون مع المسيح إلى الأبد أمين ياريتك تطلب من المسيح زي اللص التائب وتقول له اوذكرني يا رب ارحمني أنا الخاطئ ما تتردتش المسيح هو الحليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر